موسيقى يبدو ان اخفاقات بشار الاسد المتلاحقة حركت بغداد وتهران لتوجيه انتقادات لا ذعى له وذلك على خلفية الاخفاقات العسكرية التي تمنى بها قوته في مواجهة الجيش الحر والخسائر الفادحة التي يتكبدها في مختلف المناطق السورية في العراق المجاور لا تزال الصحة مسرحا لتبادل الاتهامات بين المسؤولين الايرانيين والامريكيين بشأن دور حكومة نور المالكي في التغاضي عن عبور اسلحة ايرانية عبر اجواء العراق بغرض اطالة عمر نظام دمشق ولم يقف الامر عند هذا الحد فلوجه وزير الامن الايراني حيدر مصلحي مع المسؤولين العراقيين انتقادات لا ذعى لاخفاق قوات النظام امام المعارضة حيث تم ابلاغ النظام السوري عن امتعاضهم من سلسلة الهزائم العسكرية والاخفاقات الميدانية المتكررة ولمجابهة هذه الهزائم قررت تهران وبغداد مواصلة الدعم العسكري وتقديم الخبرات العسكرية في مجال ادارة العمليات وهو ما تقوم به حاليا ايران عبر البرنامج التدريبي الذي تبناه النظام السوري كذلك بارساله اعضاء من ميليشيات للتدريب على حرب العصابات في قاعدة سرية بايران وذلك بهدف دعم قواته المسلحة وتعمل ايران على تدريب خمسين الفا على الاقل من الميليشيات وتهدف لرفع العدد الى مائة الف ليشمل التدريب الجوانب المهمة كحمل البندقية واطلاق النار ترجمة نانسي قنقر